اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زيلن رئيسة مجلس النواب ان مملكة البحرين تحظى بقيادة حكيمة صاغت مسارا امنا وشكلت التوجيهات السامية مرجعا شاملا لبرامج عمل دولة المؤسسات والقانون واشارت معاليها خلال كلمة امام منتدى دراسات الرابع استراتيجيات تحقيق الامن الغذائي التحديات والفرص الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الى ان التوجيهات الملكية السامية في هذا الاطار تضاعنا امام مسئولية وطنية جسيمة ودائمة تستدعي ان تتضافر الجهود من اجلها بضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوجيه رؤوس اموال المؤسسات الاستثمارية الحكومية والخاصة الى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة مشيدة بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الاهتمام بتحقيق الامن الغذائي وترجمة تطلعات جلالة الملك المفدة والعمل لتنفيذ مشروع الانتاج الوطني للغذاء واضحت معاليها ان اجتماع اليوم يجب ان يرسم تصورات مستقبلية لمسارات عملية من اجل تقديم حلول فاعلة وخلق مبادرات مبتكرة سيعمل مجلس النواب لاخضاعها للدراسة والبحث لتحويلها لبرامج عمل بالتعاون مع الحكومة الموقرة دعما للمساعي الرامية لتعزيز الامن الغذائي في مملكة البحرين من جانبه اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان الخطاب السامي لجلالة الملك المفدة في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس قد رسم خارطة طريق لبناء استراتيجية متكاملة للامن الغبائي في مملكة البحرين واشار معاليه الى ان العام 2020 قد وصف بعامل ازمة الغذائية بفضل جائحة كورونا الا ان مملكة البحرين لم تواجه اي نقص في توفير المواد الغذائية بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة والمتابعة الدأوبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واكد معاليه ان مجلس الشورى يساهم كمكون رئيسي في عملية البناء والتطوير والعمل على سن التشريعات وتعديل القوانين فيما يتعلق بقضية الامن الغذائي وقد تم تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى بدراسة المعطيات التشريعية بشأن الامن الغذائي في مملكة البحرين لاتخاذ التدابير المطلوبة لدعم الجهود الوطنية والأهلية لتطوير الانتاج المحلي المستدام وتأمين نظوم الدعم والمساندة والتمويل للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية